موسيقى هنا الرياض أهلا بكم موسيقى موسيقى في إجماع نادر مجلس الأمن يتوافق ويبعث برسالة شديدة لهجة تدين إطلاق صواريخ الحوثي إيران باتجاه الرياض أعضاء المجلس يدعون لتنفيذ حضر الأسلحة على الميليشيات والتحالف يفتح جميع المنافذ اليمنية لاستقبال المساعدات موسيقى بغالبية 128 صوتاً الأمم المتحدة تكسر الفيتول أمريكي وترفض قرار ترامب بشأن القدس ترحيب فلسطيني عربي بالقرار ومراقبون لا يمكن لقرار أحادي أن يغير واقع المدينة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم في رسالة قوية لا لبس فيها أو مواربة جاء إجماع مجلس الأمن الدولي على الإدانة الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية تجاه العاصم الرياض لتؤكد من جديد الخطورة التي باتت تمثلها هذه الميليشيات الإرهابية ومن يدعمها لغة واضحة وصارمة عكسها بيان المجلس الذي أدان أيضا خرق الميليشيات القرار الدولي رقم 2216 وكدنا أن سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الباليستية تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي الجانب الإنساني والإغاثي كان على موعد مع أولى خطوات الخطة السعودية الشاملة والتي كشف عنها سفير المملكة في اليمن مع الإعلان عن وصول سفينة المحملة بالوقود لميناء الحديدة وفتح جميع المنافذ اليمنية لاستقبال المساعدات وهو ما لقي ترحيبا من العواصم والحكومات الغربية وجسد الدورة المتميز للمملكة والتزامها بالعمل الحيادي وتطبيق القانون الإنساني الدولي التقدم العسكري لقوات شرعية كان السيمة البارزة للمشهد الميداني في البلاد خصوصا مع إحكام الجيش الوطني السيطرة على مواقع الميليشيات في عمق معقالهم صعدة تطور تزامن مع سيطرة الجيش اليمني على تبة القناصين وهذه تبة الاستراتيجية في جبهة نهم ما يمثل اختراقا لكلمة السر في تباط التقدم نحو العاصمة صنعاء فما الذي يمثله التوافق الأممي في ملف اليمن وتوصيفه لمخاطر العصابات الحوثية وإلى أي مدى بات لزاما على هذا المجلس تجسيد قراراته والتي لو تم تنفيذها لعاد اليمن السعيد سعيدا الإدنات الدولية لانتهاكات ميليشي الحوثي ضد الشعب اليمني ودول الجوار لا تزال مستمرة هذه المرة مجلس الأمن الدولي يدين بأشد العبارات الميليشي الإيرانية لإطلاقها صواريخ باليستية على رياض محذرا الميليشيات من الاستمرار في تهديد أمن المملكة ودول الجوار وجدد مجلس الأمن الدولي تأكيده أن سيطرة ميليشي الحوثي على الأسلحة الباليستية تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي كما اعتبر إطلاقها الصاروخ الباليستية باتجاه المدن الأهلة بالسكان مخالفا للقانون الدولي فيما جدد المجلس دعمه لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وطلب ميليشيات الحوثي بالسماح السريع والآمن لوصول المساعدات الإنسانية في الأثناء واستمرارا لجهوده الإنسانية أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وصول سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة لافتا إلى أن مقار جميع الموانئ اليمنية مفتوحة للمساعدات والبضائع التجارية والوقود كان هناك فيه تقريبا حوالي بيانين أصدر التحالف فيما يخص فتح المنافذ الخاضعة إلى السيطرة الحكومة الشرعية ومن ثم استكمال عملية المراجعة والتدقيق وسد الثغرات وتم الإعلان عن فتح بعض الموانئ الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين من 13 نوفمبر أي بعد إطلاق الصاروخ التحالف يستمر في جهوده الحثيثة في وصول المواد الإغاثية والإنسانية والمواد اللازمة إلى الشعب اليمني ميدانيا استهدف طيران التحالف السبت حجدا مسلحا لميليشيات الحوثي في مدرية أرحب شمال العاصمة صنعاء وذلك قبل توجههم إلى جبهة نهم حيث تستمر هزائمهم الميدانية هناك واستتقدم متسارع للجيش اليمني الذي أعلن الأحد تحرير مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء وذلك بعد تطهير جيوب ميليشيا الحوثي الانقلابية في بيحان آخر معاقلها في شبوع وسيطر الجيش اليمني مؤخرا بعد حصار استمر لأيام بشكل كامل على تبة القناصين الاستراتيجية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء والتي اعتبرها خبراء عسكريون اختراقا ميدانيا مهما نحو التقدم للعاصمة لبرنامج هون الرياض ياسر نجم اشتركوا في القناة عن التحذير شديد اللهجة من مجلس الامن لميليشيا الحوثي الإيرانية كيف يمكن البناء عليه وهل أصبحت الصورة أكثر وضوحا لدى المجتمع الدولي ينضم إلينا في الاستوديو الخبر العسكري والاستراتيجي اللواء طيار متقاعد محمد الكويبان كما ينضم معنا من القاهرة كل من مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ماجد المدحجي وفيصل المجيد رئيس مركز السناد الحقوقي مساء خير جميعا ضيوفنا للكرام أبدأ معك الحديث اللواء محمد حول هذا الاجماع من مجلس الامن الدولي على لدانة الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ البنستية تجاه الرياض بعد هذا الصاروخ الثاني الذي تم إبطاله ولله الحمد بداية كيف تقيم هذا التوافق الحاصل في مجلس الامن بشأن اليمن وهو أمر نادر بحسب المراقبين مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وأحيي الأخ ماجد وأخ فيصل هذا أنا أعتقد السيد خالد هذا الشيء مفروض الدعم الدولي ذا المفروض منذ بداية الصراع معناته أنه لا بد أن يكون هناك جدية في التعامل مع الأزمة في اليمن وإلا لم طالت لهذه الفترة خاصة إذا تكلمنا على أنه هناك عدد كبير أو عدد كثير من الخروقات تتم من قبل الميليشيا نفسها ومنها خرق القرار 2216 إما بتهريب الأسلحة أو إما بتدمير المدنيين ضرب المدنيين المدارس إلى آخرها كان هناك فيه خروقات واضحة وطبعا هذا ما جعل الإنكلابيين ومن يدعمهم يتساهلون في أمر المجتمع الدولي وهذا اللي أنا أشوف أنه الخطوات اللي تقوم بها قوات التحالف في التعامل مع الأزمة فيما يخص أنه لما يصبح هناك تهديد على المملكة وتبدأ دول التحالف تأخذ أكثر إجراءات صارمة إما إغلاق المنافذ أو تضييق الخناق لأننا في حرب الوضع اللي إحنا فيه هو حرب ما فيه أكثر من كذا ما تقدر تقول أنه والله إحنا في حالة سجال سياسي أو عدم توافق على نقاط سياسية لا هنا أعلان حرب من قبل دول التحالف لإعادة الشرعية المجتمع الدولي للأسف كان يعتقد بأن هذه الجماعة سوف تنصع أو بمعنى أن صح كان يعتقد بأن هذه الجماعة ليس لديها دعم خارجي وإنما بالإمكان السيطرة عليها وهو في الحقيقة قراءة خاطئة حتى من أغلب الاستراتيجيين والمخططين والذين اعتقدوا بأن هذه الحرب ستنتهي في شهرين أو في ثلاث سنة الإيراني كان واضح للمجتمع الدولي من البداية هو ما يخالف لكن نحن نتحدث على أن هذه الجماعة لديها من مخزوم من الأسلح بالإضافة إلى ما كان يدعمهم في صالح سابقا ولذلك كانت هي على مستوى حرب وحرب قوية وليست حرب بسيطة خاصة أنه تكلمنا على التضاريس وتكلمنا على الجغرافية وتكلمنا على طبيعة السكانية وتكلمنا على العدد المدنيين يصعب ظروف الحرب ومن هنا استغل الانقلابيين هذه الأشياء التي يعني أدامت أو طالت أدامت الصراع فأنا أشوف أنه بهذا القرار من قبل مجلس الأمن هي الآن نظرة جدية إلى بد من إنهاء الصراع وليها بد من عودة العودة إلى طاولة المفاوضات وكذلك يعني من قراءتي لهذا القرار بأنه لدول التحالف لها الحقية تتخذ ما هو في أي وقت وفي أي زمان وبالطريقة المناسبة لحفظ أمنها وأمن المنطقة وأمن القليم وإعادة الشرعية وهي فرصة الآن هذا اللي أنا بتكلم عنه يمكن الأخوان فيصل والأخ ماجدي بيتكلمون عن مواضيع السياسية أكثر وهي دفع العملية السياسية يحللون نشوف ليش ابن الشيخي إلى الآن غائب عن الوضع الدبلوماسي ليه هناك صراحة بطء في الحركة الدبلوماسية صحيح السيد المخلافي تحدث بأريحية في أحد القنوات السابقة عن ما هي المحاولات التي يعني يحاولون الوصول بها والعودة إلى طاولة المفاوضات أو طاولة الحوار ولكن أنا أعتقد بهذا القرار وبالإجراءات التي اتخذتها قوات التحالف هي الآن من حقها أن تستمر حتى تعود الشرعية أو حتى يعني تكسر إرادة العدو وهي بالقضاء عليه جميل السيد ماجد ضيفنا من القاهرة ماجد المضحجي يعني اللواء محمد أشار إلى نقطة مهمة تتعلق بتعاطي المجتمع الدولي والمنظمة الأممية تحديدا التي لم تتعامل مع الحوثينة بجدية منذ بداية الأزمة البعض يذهب أيضا أستاذ ماجد لأنه يعني خطوة مجلس الأمن الآن بيدانة استهداف الرياض وتهديد دول الجوار هي يعني خطوة إيجابية بكل تأكيد لكن ماذا بعد يعني ماذا بعد ذلك ما المطلوب الآن برأيك أستاذ ماجد يعني من مجلس الأمن خصوصا أن هناك قرار أممي نتحدث عن القرار الفين ومائتين وستة عشر هل مطلوب يعني تفعيل هذا القرار ووضعه عهيزة تنفيذ خصوصا أنه يندرج تحت البندل السابع وبالتالي لا بد من المنظمة الأممية أن تتقدم خطوة للمان فيما يتعلق به هذا القرار مرحبا بداية بك وبضيفك الأعزاء طبعا هناك يعني تعقيدات عادة هي تتصف فيها حضور الأمم المتحدة فيما يخصها المسائل النزاع واليمن هو نموذج يكثف كيف الأمم المتحدة ومؤسسة دائما تأتي متأخرة ليست بخطوة لكن بعشر خطوات بتقديري الآن سنشهد فرق لأسباب عدة أولا السلوك العدواني لجماعة الحوثيين الذي قاب بتغيير هوية الصراع عبر استهداف الرياض بعدد من الصواريخ هذا واحد من المستوى التي ستغير لهجة المجتمع الدولي تقاسلوا جماعة الحوثيين لأنه هذا ينقل الصراع إلى مستوى آخر المستوى الثاني أنه مقتل علي صالح هو نهاية زمن في هذه الحرب يعني هو فاصل بين الزمنين في هذه الحرب ويقول بشكل صريح بموت فرص السياسة لدى جماعة الحوثيين فلذلك كمان هذا سيعيق ترتيبات بسار سياسي باتقاه مفاوضات لكنه سيعزز من إجماع دولي بحقم تعقيدات المشكلة التي صار يشكلها الحوثيين خصوصا مع عدم حساسيتهم السياسية يعني الآن نتحدث خصوصا بعد مقتل صالح أنه هذه الجماعة الأقل تسيسا في تاريخ اليمن وربما في تاريخ المنطقة والأكثر ميلا للعوم فبالتالي فرص تنشيط مسار مفاوضات محمد صعبة ودائما بالإجمال إسماعيل ولد الشيخ المسارة للأمم المتحدة هو يعكس ويستقيب إما للتطورات على الأرض أو لقرار الفاعلين الدوليين الأساسين أعضاء مجلس الأمر وذلك لم يكن حاضنة يعني الآن أنا بتقديري مسار التغييرات العسكرية التي نشطها في هذه الفترة يعني الآن نشد الأول مرة ثلاث قبهات وتزامنة وهذا حدث مهم ممكن يغير ويغير ووزن القوى بشكل كبير أو خارطة القوى التي ظلت مستقرة للفترة طويلة وبالتالي هذا سيعكس نفسه في أي مسار سياسي قادم أيضا سلوك الحوثي تقاح حليفها السابق واتقاها وتصعيدها لأدوات العنف عبر هذا الضرب الصاروخي على الرياض وغيره أيضا سيعزز بالتالي الآن أنا بتقديري الآن هناك مستوى قديد سنشهده من تعاطي المجتمع الدولي مع القضية اليمنية جميل سيد فيصل المجيدي ضيفا أيضا من القاهرة يعني الآن برأيك يعني بعد هذا القرار وبعد أن انكشف الغطاء الإيراني الذي كان يعني يدعم الحوثيين ويمد الحوثيين بالسلاح خصوصا هذه الصواريخ الباليستية التي بلغ عددها 83 صاروخا ثابتة فعليا أنها هربت إلى الحوثيين بشكل مجزة تم تركيبه هناك بأيدي حرس الثوري أو غيرهم ألمهم أنها تقنيات إيرانية بامتياز مع هذه الاستراتيجية التي تكشفت للعالم كيف سيكون التعاطي الإيرانية والاستراتيجية الإيرانية في اليمن تحديدا بعد أن انكشافها للمجتمع الدولي برأيك؟ مساء الخير عليك وعلى ضيوفك ضيفك في الستوديو اللواء محمد والأخ ماجد المدحجي الحقيقة أن إيران لم تعد بحاجة حقيقة إلى الصيغة الأولى وهو التهرب من كشف وجهها الحقيقي في دعم ميليشياء الحوثي أنا برأيي الشخصي أنها دخلت بقوة في المعادلة وبالتالي تعد الآن طرفا أساسيا ومباشرا في الهيوم الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية خصوصا وأن هذه التقنيات برأي كثير من المراقبين العسكريين لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني أو على الأقل جرى تطوير كثير من هذه الصواريخ باتجاه توسيع مداها بخبرات إيرانية معروفة بإضافة إلى أساسا في الأدلة التي قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية وهي ذات خبرة كبيرة في هذا المجال وحددت بالفعل أن هذه الصواريخ صناعة إيرانية ومن ثم أتى الترحيب بهذه الصواريخ على أعلى مستوى من القيادات الإيرانية بدءا من رئيس الجمهورية أو من كافة التراتبية للدولة الإيرانية ومن ثم برأيي أن إيران حقا لم تعد الآن تخفي كثيرا من وجهها الواضح بهذا الشان وكانت حقيقة الوقاع تشير وبوضوح إلى أن كثير من أجزاء هذه الصواريخ أو التقنيات أو الخبراء أتوا باكرا على الأقل نستطيع أن نحدد من تاريخ 21-09-2014 عندما كانت الرحلة الجوية تأتي بيومين رحلتين إلى صنعة وإلى طهران مع أنه لا توجد كثير من المصالح الاقتصادية بين البلدين ومن ثم فإن هذه الفترة كانت كافية لنقل مثل هذه التقنيات أعتقد أن قرار أو دعني أكون أكثر وضوحا بيان مجلس الأمن الأخير أدان بالفعل بشكل ضمني لم يشير بشكل واضح إلى إيران لكنه أدانها بأنه يجب الالتزام بعدم تهريب الأسلحة إلى الحثين ومن ثم هذا سيكون مبررا للمملكة العربية السعودية ولدول التحالف باستخدام حقها في الدفاع عن نفسها بشكل مواشر باتجاه هذه الجماعة الحثية برأيي الآن أن الأدوات السياسية لم تعد متاحة لا يوجد شريك سياسي حقيقي الآن للحديث عن مفاوضات وبالتالي ليس من الحكم الآن الحديث عن أي مفاوضات وإن كانت للأسف اشتديد رخاوة الأمم المتحدة ربما هي من ساعدت الحثيين على التعاطي بشكل كبير بهذا الأمر ومن ثم القضاء على العملية السياسية أنا أرى أن ولد الشيخ في الأساس ربما بالفعل هناك هو يعكس حقيقة بيجري في الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي الفاعل في هذا الأساس لكنه دائما ما يظهر عند وجود انتصارات حقيقية للجيش الوطني تحت لافتة الجوانب الإنسانية ولهذا أعتقد أن حكمة حقيقة التحالف العربي بالحديث عن سحب ورقة الإنسانية وفتح ميناء الحديدة والتعاطي مع القوافل الإنسانية وإن كانت حقيقة هذه الأمور تستغل بشكل كبير من قبل ميليشيا الحوثي بالقيام بمصادرة هذه المساعدات ومن ثم عدم وصيلها للمستحقها والاستمرار بالعزف على هذا الوتر الجانب الإنساني بشكل كبير لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية الميليشيا الآن لم تعد حقيقة تخشى من ظهور كثير من الانتهاكات تقوم مثلا الآن بعمليات تعذيب للمعتقلين تقوم باعتقال النساء تحويل كثير من المرافق حقيقة الحكومية إلى معتقلات ومن ثم هذه ربما تصل إلى مرحلة التصفيات وهي جرائم ضد الإنساني ومع ذلك لا نرى تحرك حقيقي للأمم المتحدة بهذا لأن هناك حقيقة تعاطي رخو من الأمم المتحدة يشجع الميليشيا على انتهاي العنف بشكل كبير ومن ثم محادية التصرف بالسلاح خصوصا بظل هذه الانتهاكات الحوثية المستمرها بأن الجانب السياسي الآن غيره ومن ثم تعتمد على اللجوء إلى قوة هذه الانتهاكات منذ حصار الحديدة وقصفها بالصواريخ وقصف الأحياء السكنية من قبل جماعة الحوثي كانت الحكومة الشرعية والتحالف أيضا ينادي المجتمع الدولي بضرورة رصد هذه الانتهاكات الحوثية لكن لواء محمد هناك جانبين جانب سياسي وجانب عسكري يتحدث عن ضيفين من القاهرة فيما يتعلق بالجانب السياسي الأستاذ فيصل أشار إلى أن الأدوات السياسية للحوثين لم تعد موجودة بعد مقتل الرئيس السابق كان أشبه بالغطاء السياسي الذي كان يغطي الحوثين في الجانب العسكري أيضا كيف تنظر إلى هذا التقدم النوعي الأستاذ ماجد أشار إلى أن الحكومة الشرعية والجيش الوطني لأول مرة يعمل على ثلاث جبهات متوازنة أو متوازية شوف أستاذ خالد في الواقع العمل الميداني للأمانة أفضل مما كان عليه بكثير وليس بعد مقتل صالح لا لأنه هناك جدية خاصة من المقاتلين اليمنيين هي موجودة من أول هي لا نظلم ونقولها هي ليست موجودة ولكن هناك ما أربك المشهد ما يحدث في عدن وما يحدث من سجالات سياسية وإلى آخره هذه تؤثر على القيادة السياسية نحن نتحدث عن مشكلة الحزاب السياسية يجب أن تتركها على جنب ليست المذهبية أو القبلية أو إلى آخره لا نحن نتحدث على يمن واحد بعد مرور هالسنتين ونص تقريبا اقتنع الجميع بأنه لا بد من ترك هذه جانبا والتوده قدما لتحرير الأرض وإعادة الشرعية وإعادة الرخاء إلى اليمن فلما تتكلمني على المواضيع العسكرية يعني المواضيع العسكرية لما تتكلم البيضة وشبوة وزي ما تفضلت في بداية التقرير هناك أصول أو تعدي مراحل عديدة من فرضة نهم والوصول إلى أرحب وبنحشيش والمناطق صحيح إحنا من زمان هناك ولكن كان في شيء يوقفنا أقدر أقول لك أن هذا الشيء اللي كان يوقف هو فقط يعني مراعاة من قبل الجيش الوطني ودول التحالف للجانب الإنساني في صنع والمدنيين وهو تقريبا والمدنيين أحسن هذا اللي كان يوقفهم هو ليست كقوة عسكرية كان يستند على صالح وكان يستند على صالح بالقوة العسكرية ليست بكثر ما أنه كان يستند على صالح بقوة الشعبية لأنهم يعتبرونه في اليمن رمز بغض النظر عن أخطأ أصاب يعتبرونه رمز ورأينا هذا بعد مقتلة كيف فعلا تحول المؤتمرين إلى دعم العملية السياسية والعملية العسكرية وذهب العديد من العسكرين لدعم العمليات العسكرية عن طريق مأرب للوصول إلى صعدة ومن الجوف وإلى آخر فالعمليات أو المعارك السجال فيه تفوق الآن فيه إفراط في استخدام القوة من قبل الإنقلابيين وهذا لي أنا كرجل عسكري مؤشر بأنه هناك يعني سقوط ولكنه ليس أمام الملحة ليش ترى؟ في الواقع هم يعني استطاعوا أنهم يقطعون الاتصالات ومواقع التواصل داخل صنعة ويعني ما يدور في صنعة لا يوجد كثير من المعلومات حتى من الضحايا وحتى من اللي تحدث عنها الأخ فيصل الآثار القمعية والذين يعني تم اعتقالهم وإلى آخره إذا بدأ عادة أي دولة تبدأ في أو أي منظمة تبدأ في خسران القوة تبدأ تعطيك صورة يعني خلينا نقول مغايرة وصورة براقة وهو هذا ما يحاولون أن يصلون إليه فبمجمل الحديث الحوثي انتهى فقط مجرد وقت اللي يأثر على المشهد الآن عامة بصورة هو فعلا انقلبت الموازين لأننا نتكلم على عدد كبير من الحرس الجمهوري كان مع الصالح والآن هذا يتحرك إلى الشرعية فهي ليست بالعملية اليسيرة أولا تتكلم أنت على دخول مجموعة لدعم العمليات العسكرية ولا زال التأكد ضرورة يعني من الشيء ذهو إلا قد ندفع الثمن غاليا وهذا أنا أعتبره حرص من القادة الميدانية ما تقصد بالتأكد؟ أقصد يعني من ضمام بعض الجمهوريين أو المؤتمر الشعبي إلى الشرعية لا بد لن نكون هناك مراجعة ومراجعة دقيقة للموضوع هذا ليس كل من أتى يرحب به خاصة بأنه قد يكون وما تدري هي حرب لأنه قد يكون استغلال الموقف قد يكون هناك استغلال يعني نوعا من الجاسوسية وإلى آخر تؤثر على سير العمليات العسكرية هذا بصورة عامة ولكن لما تتكلمني على سير المعارك هناك العديد من التقدم وهناك العديد من التفوق إذا ما تم تحرير أو إذا ما تم حصار صنعة بتواجد قوات بآلياتها العسكرية كاملة وتعرض لنا في التلفزيون أو يعني عن طريق أما المتحدث العسكري باسم قوات التحالف أو حتى الجيش الوطني ونراها يعني لازمنا نتكلم في ضبابية الوضع ليس بالوضوع كما هو فلا يكون هناك تفاؤل بالشكل الكبير ولكن أنا أقول لك لكن المعطيات يعني المعطيات بارك الله فيك المعطيات هي تعطينا مؤشر على أنه الإنقلابين لا يستطيعون إدارة اليمن بل لا يستطيع إدارة صعدة وهو هذا ما فاجأ وهنا أربك المشهد لهم جميل أرجع وأكرر عن النقطة هم يستغلون الأحداث الجارية في عدن وهذا ما يساعد على إعادة ترتيب صفوفهم هذا ما يساعدهم على قراءة أنه هناك في إنشقاق يعني اليوم أنا والله ما أدلوش اسمه واحد من اللي في اليمن الجنوب يقول إحنا الآن نأسس مجلس عسكري للدولة الجنوبية معلش هذه نقطة لازم أوضحها المشاهدين أنا اليوم سامعها وسامعها قبل كذا هذا الحديث وهذه الفرقة هي ما جعل يعني إيران ومن يدعم الانقلابيين يتدخلون وهي زي ما تقول أرب خصمة لذلك لابد من توقفين القيادات التي أشرتها لها اللواء محمد وهذا سؤال يتوجه به الأستاذ فيصل المجيدي يعني هذه القيادات التي يتشار لها اللواء محمد التي انضمت خلال يعني الأيام والساعات الماضية إلى الشرعية في مارب بعد أهروبها من الحرثيين نتحدث عن المؤتمر الشعبي العام أيضا بشكل عام ربما أيضا نشير إلى أهمية وصول كذلك اللواء فضل القوسي إلى مارب ونجاة بعض القيادات وأنصارهم من حزب المؤتمر الشعبي العام وانضمامهم إلى الشرعية كيف سيكون لها تأثيرها على التقدم الميداني على الأرض بحكم ضمامه إلى الجيش الوطني نعم من الواضح حقيقة أن كثير من هذه القيادات في الأساس حاولت أن تنجوا بنفسها لأن هناك قمع شديد والحوثيون عندما اقتحموا منزل الرئيس السابق وجدوا كثير من التشكيلات وسواء كانت العسكرية أو الحزبية التي كان يتواصل من خلالها صالح وبالتالي ربما كان سيشكل مجلس عسكري وبالتالي قاموا بالفتح بكثير من هؤلاء وقاموا بالتصفيات أنا أعتقد أنه من المهم استيعاب كثير من هذه القيادات على الأقل إذا لم يتم ضمها إلى صفوف الشرعية لتكون مؤمنة بمشروع الدولة اليمنية على الأقل يتم تحييدها والجانب الإنساني ومن ثم لهذه الخطوات أهمية كبيرة كما أن هناك الكثير في الحقيقة لن يستطيعوا بالفعل الإتيان إلى مدينة مأرب أو عدن وهؤلاء يمكن أن يستغلوا كجانب كخلايا نائمة أو يستغلوا عندما قدوم الجيش الوطني واستطاعته اقتحام العاصمة خصوصا أن المتحدث باسم الجيش أعلن عن مصطلح الحرب المفتوحة والأرض المفتوحة وهي يعلمها اللواء محمد بحكم أنه خبير استراتيجي وعسكري بمعنى أن هناك انتقال ربما من الأتباب والقباب إلى مسألة الأرض المفتوحة حتى الوصول إلى نقيل بني غيلان المشرف على صنعاء أو على مطار صنعاء إذن نحن أمام حقيقة مشهد يجري من خلاله الاستفاف استفاف كافة المكونات الشعبية والسياسية والاجتماعية اليمنية بطرف واحد لم يعد هناك حقيقة الآن في الصورة أو في المشهد ما يمكن الحديث عنه أن هناك حياد ربما أن هناك الآن تخوف من بعض القيادة بمعنى أن الصورة الآن أصبحت بين مشهدين أبيض وأسود لا يمكن لأي من الأطراف سواء كانت في طرف الشرعية أن يكون حقيقة موالي للحوثي أو في الطرف الذي لدى الحوثي أن يكون موالي للشرعية الأمر الآن فيه تمايز كبير لكثير من هذه القيادات والتي في الأساس كثير من هذه القيادات سواء كانت متحيدة الآن في منازلها أو ذهبت إلى عدن أو إلى مأرب لكن أنا حقيقة مع ربما بعض التخوفات التي طرحها اللواء محمد وهو أنه ينبغي بالفعل أن يتم مع استيعاب هذه القيادات ألا يتم تسليم المبادرة لها ولكن تترك على الأقل في جانب ألا يتم الاستفادة من قبل الميليشية لإحداث بلبلة في طرف الشرعية شكرا لك الأستاذ فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد الحقوقي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك أتوجه إليك ضيفنا من القاهرة أيضا أستاذ ماجد المدحجي يعني الأستاذ فيصل كما تبعت تحدث عن اصطفاف كافة المكونات اليمنية هذا أمر مطلوب الآن وفي هذا التوقيت يعني سابقا كان هناك بعض القبائل اليمنية على الحياد وزعماء هذه القبائل إما تخوفا من الحوثي أو لأي سبب آخر الآن الانتصارات التي تتحقق للشرعية مدعومة بالتحالف كيف ستكون محافزة لهذه القبائل خصوصا في طوق صنعاء أن تنضم إلى الشرعية بعد أن كانت على الحياد سابقا طبعا يعني الآن نحن نشهد تحول في قاعدة التحالفات التي ميزت هذه الحرب على مدى ثلاث سنوات هذا هو الفارق يعني أهم الفارق بالتقديري الآن يمكن قراءته مقتل صالح ما الذي أحدثه من تصدع على الأرضية المشتركة التي نهض عليها التحالف مع الحوثيين هو حدث قلل بتقليل وكسر بطريقة استثنائية قدرة الحوثيين على ممارسة حربهم التقليدية بمعنى التزود بالمقاتلين من أرضية القبالية المشتركة يعني الآن نحن نشهد حدث مختلف الصعوب هروب مشيخ القبائل مثل القوسي أخيرا إلى مارب الذهاب هؤلاء القيادات العسكرية والسياسية إلى مناطق الشرعية كل هذا سيغير بشكل حثيث من قدرة الحوثيين على البناء العسكري وبناء التحالفات والنهوض بالمعركة كما كان سارقا الآن للتحالفة ليستطيع الاستفادة بشكل أساسي من مواقع هؤلاء الأفراد الذين ذهبوا بتزويدهم بالأدوات والمعارف والمعلومات الخاصة بخطة استراتيجية الحوثيين التي تم بناها على مدى ثلاث سنوات وثانيا تحييد جمهورهم والعوزانهم القبلية في الأرض هذا شيء مهم وشيء مختلف أيضا ربما تزود بالخزان القبلي لهذه القبال يعني الآن نحن نشهد زمن آخر تحالفات قديدة الحوثيين ينكمشون سواء على قدرتهم بالتزود بالأفراد أو بإدارة المعارك وبناء التحالفات المشهد جدا مختلف وأعتقد أن فرص التحالفة الشرعية هي أعلى مزارك الكثير كل شكر لك الأستاذ ماجد المدحجي مدير مركز صنعاء لدراسات الاستراتيجية من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا أيضا لضيفنا في الأستراتيجي وليواء طيار متقاعد محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك ونتابع فيه هنا الرياض بعد الفاصل أبدا يقولون لنا وهذا مشهور عنهم ماذا تريدون نحن معكم ماذا تريدون نحن معكم لن نتدخل في شؤونكم عباس يجدد من باريس المملكة تدعم الفلسطينيين ولا تتدخل في شؤونهم ماكرون سنعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب ومراقبون تصويت الأمم المتحدة عزلة لواشنطن موسيقى لا بالصوت العالي أعلنتها الأمم المتحدة في وجه قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي لا جاءت بقوة 128 صوتا من عضاء الجمعية العامة لتؤكد أن قرارات شرعية دولية مع الحق الفلسطيني في القدس وأن وضعها النهائي لا يخضع لقرارات أحدية الجانب بالتزام مع ترحيب فلسطيني عربي بالخطوة الأممية التي كسرت الفيت الأمريكي رغم عدم إلزاميتها كان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبحث مع عباس سبو القيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية فيما استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفلسطيني سعيا للاستفادة من النصر المعنوي الكبير لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس ماكرون أكد على نية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حين رفض عباس أي دور أمريكي في قيادة جهود السلام ما يطرح العديد من التساؤلات بشأن الأدوار المقبلة وهل يمكن أن تتقدم فرنسا جهود عملية السلام؟ وماذا عن أوروبا التي صوتت بأكملها لصالح الحق الفلسطيني؟ هل تأخذ زمام المبادرة فعليا تعويلا على هذا الزخم الدولي وعودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة؟ في جلسة تاريخية صوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قرار يحث الولايات المتحدة الأمريكية على سحب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وذلك بعد يومين فقط من استخدام واشنطن حق النقد فيتو في مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون العودة في القرار الذي أشعل موجة من الغضب في العالمين العربي والإسلامي مشروع القرار الذي قدمته المجموعة العربية حصل على موافقة 128 دولة في الجمعية العامة وهو ما اعتبر انتصارا للقضية الفلسطينية وينص على أن أي قرارات وإجراءات تهدف لتغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وتعد لاغية امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة القدس عاصمة دولة فلسطين اليوم وستكون كذلك في المستقبل لا يهمنا مواقف الآخرين الذين يحاولون التقليل من شأن هذه القضية وإطلاق العنان لتهديدات خلال خطاباتهم التي ألقيت في القاعة إن قرار الجمعية العامة اليوم قرار واضح وهو التأكيد على الشرعية الدولية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أجرى اتصالات ولقاءات مع قادة غربيين وعرب انتقد مجددا الإدارة الأمريكية مؤكدا أن الفلسطينيين لن يقبلوا أي خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط معتبرا أن واشنطن لم تعد وسيطا نزيها بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد عباس على أهمية دور المملكة في التوصل لحل للقضية الفلسطينية السعوديون دائما وأبدا يقولون لنا وهذا مشهور عنهم ماذا تريدون نحن معكم ماذا تريدون نحن معكم لن نتدخل في شؤونكم هناك البعض تدخل في شؤوننا بعض الناس ذهبوا الآن غير موجودين ولكن سعودية بالذات عمرها ما تدخلت بشؤوننا ولكن عمرها ما تأخرت عن دعمنا في كل المجالات هذا هو موقفها وأذكر أن الملك سلمان قال لي كلمة لن نحل قضية الشرق الأوسط بمعنى الحل الإقليمي قبل أن تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية هذه المرة كررها الملك وكررها ولي عهده هذه الحقيقة حقيقة الموقف الشرق وفي جمعة الغضب الثالثة شهدت الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاولت قمعها وسجلت صدامات في نحو 150 نقطة احتكاك في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وسقط عشرات الجرحى بالإضافة لشهدين في قطاع غزة حسن إبراهيم لبرنامج هوناريو موسيقى ولتعمق في هذا المحور الخاص بتطورات الأوضاع بشأن القدس بعد الأغلبية الساحقة التي مر بها قرار رفض التحرك الأمريكي في الأمم المتحدة وماذا بعد ينضم إلينا من القاهرة السفير حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح كما ينضم معنا من واشنطن الدكتور عماد عبدالهادي الكاتب والمحلل السياسي مساء الخير ضيفينا الكريمين أبدأ معك ضيفينا من القاهرة السفير حازم حول هذا الإجماع اللافت يعني في مجلس الأمن ماذا يعني برأيك وكيف يمكن البناء على ما تحقق في الأمم المتحدة بسم الله الرحمن الرحيم أولا الإجماع كان في مجلس الأمن يعني ساحق إلى حد كبير وأيضا ما جرى في الجمعية العمومية للأمم المتحدة كان أيضا أمرا مهما ولافتا أيضا بشكل كبير هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية برئيسها أصبحت معزولة أو سياستها معزولة نتيجة ما تنتهج من سياسات تجاه عديد من القضايا وخاصة الإجماع الكبير فيما يتعلق بقضية فلسطين وطريقة حل النزاع الفلسطيني أو الفلسطيني العربي من جهة وإسرائيل من طرف آخر هذا الزخم واضح هناك كتل سياسية جغرافية مواقفها واضحة إلى حد كبير في دعم الموقف العربي والفلسطيني وهناك شاذمات ضئيلة لا وزن لها ولكن لها أصوات بالنهاية صوتت لصالح الموقف الأمريكي النتيجة أن الموقف الأمريكي ضعيف وأنه حين استند أو ما استطاع أن يستجمع من أصوات استجمع أصواتا قليلة التأثير في صناعة السياسة الدولية ما يؤدي بالنتيجة بكل الأحوال أن هناك انعزالية للموقف الأمريكي سواء على مستوى القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق سياسيا بقضية فلسطين والقضايا العربي هذا يؤسس إلى إمكانية التعامل العربي إذا ما تشكلت قوة حقيقية أو كتلة سياسية تستطيع أن تؤثر في طريقة صناعة القرار السياسي الدولي في المستقبل المقبل بأمل التنسيق العربي المشترك بشكل أكبر جميل لكن سفير حازم عند الحديث عن رؤية الفلسطينية الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في عملية السلام ولا بد من مرجعية دولية متعددة القواعد هذه هي رؤية السلطة الفلسطينية صحيح هل هناك من إمكانية لتحقيق ذلك؟ صحيح صحيح خلينا نفهم الاستراتيجية الفلسطينية بطريقة أفضل شوي أولا الفكرة كانت طوال السنوات الماضية نتيجة جهد دولي في الثمانينيات والتسعينيات أنتج إمكانية أو أنتج أرضية تسمح بمفاوضات ثنائية وأحيانا متعددة تؤدي إلى أو سعوا في ذلك الوقت إلى إيجاد حل سياسي لقضية فلسطين الآن هذا النموذج لم يثبت جدوى لأن الطرف الإسرائيلي لم يعطي فرصة لنتائج أي تفاهمات أو اتفاقات أن تطبق على الأرض وكذلك لضعف التأثير الأمريكي عن عمد أنا برأيي في التأثير في الموقف الإسرائيلي إلا أنه بالنتيجة أنت بدك تأخذ شيء استولت عليه إسرائيل إسرائيل لم تستجب بالشكل المناسب أو الإدارات الأمريكية لم تضغط بالشكل المناسب لتستحصل على الجانب الحقي أو الجانب الحقوقي أو استحقاقات الطرف الفلسطيني وهي حقوق ثابتة لم يتمكن من انتزاعها من الموقف الإسرائيلي أو لربما لم يرغب إذن هنا يكون السيناريوهات المنطقية في الموقف الأمريكي طيب ما الحل؟ الحل رأت القيادة الفلسطينية أنه لنذهب نحو التدويل إذن الفكرة فكرة تدويل قضية فلسطين وبمعنى أنه يكون الحل هو حل دولي في المقابل خلي بالك أنه ترامب حين كان في حملته الانتخابية ومع بداية تسلمه لزمام السلطة قال أنا عندي حل إقليمي إذن الرؤية الرؤية الأمريكية من ثنائية إلى إقليمية وإحنا بنترح من طرفنا تدويل دولية نريد حلا دوليا لماذا؟ لأن في الموقفين سواء الموقف الثنائي أو البايلاترال أو المتعد أو الملتيلاترال المتعدد في الحالتين الولايات المتحدة لم تؤدي الدور المطلوب منها وهو التأثير في القرار السياسي الإسرائيلي لإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني المسلوبة من جهة الاحتلال التدويل هنا يذهب باتجاه اللجوء إلى الأمم المتحدة وأيضا دون إبعاد أو استبعاد لفكرة أن يكون هناك كتل ذات تأثير في السياسة الدولية سواء كانت كتل سياسية أو جغرافية يمكن لها أن تؤثر من خلال رعاية عملية سياسية أنا ما بحكي تفاوض خلي بالك أنا بحكي عملية سياسية تؤدي إلى نتائج أفضل جميل بكل هذه السيناريوهات التي طرحت فيها ثابت رئيسي أنه لا ثقة بالموقف الأمريكي لا ثقة بالموقف الإسرائيلي ونريد أن يكون هناك طرفا جديدا متعددا وليس فرديا يؤدي إلى تشكيل سياسيا بحكي رعاية ولكن أنا بالنتائج رأيي أنه يستطيع أن يؤثر في احتضان قرار أو اتفاق يصدر عنه قرارات في شرق أوسط بشكل عام ولكن دكتور عماد عبدالهادي كما تبعت السفير حازم أشار إلى ضرورة وجود تكتل عربي يعني بعد أو يبني على ما حدث في الأمم المتحدة يعني بعض المراقبين يشير إلى أن هذا الآن فرصة عربية كبيرة لخلق دينامية دولية لدعم القضية الفلسطينية بمقاربة الاعتراف بالدولة الفلسطينية عاصمتها القدسة الشرقية هل هذه فعلا فرصة مواتية الآن وهل الظروف أيضا مواتية لذلك أولا كان ينبغي للجامعة العربية أن تتخذ هذا القرار وتبدأ به ثم يمكن ويمكن أن تتبع ذلك القمة الإسلامية للأسف ذلك لم يحدث وفي أخذ تصرحات للرئيس ماكرون خلال لقائه الرئيس عباس أيضا أعلن أن الوقت غير مناسب لإعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية فيما يتعلق بالنقطة الأساسية وهي احتكار الولايات المتحدة لدور الوسيط وأعلان السلطة الفلسطينية أنها لم تعد مؤهلة لهذا الدور ومن ثم لا بد من بديل العقب الكأداء هنا أن أي بديل يتم الاتفاق عليه حتى مع وجود هذا الاستفاف والتعاطف الدولي الكبير لا يمكن أن يستثني الولايات المتحدة هذا أولا ثانيا أي بديل لا بد أن يحظى بالطرف الآخر ونعني إسرائيل وإسرائيل تستمر بالدرجة الأولى انفراد الولايات المتحدة بدور الوسيط لأنها تلعب بالدرجة الأولى لصالحها وقد رأينا كيف للمندوبة الأمريكية نيكي هيلي في الأمم المتحدة أعلنت مرارا أنه أي خطوات أو أي قرارات تتخذ في أروقة الأمم المتحدة لا قيمة لها وإنما لابد للمفاوضات المباشرة بين الطرفين بعدما فعلت الولايات المتحدة مؤخرا بشأن القدس الجانب الفلسطيني ليرى إمكانية بالدرجة الأولى لأن تستمر الولايات المتحدة في هذا الدور ولكن أعتقد المبدأ الهام هنا الذي لا يجب أن نخفل عنه ما لا يدرك كله لا يترك كله الولايات المتحدة أعلنت سواء في بيان ترامب أو في خطابات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة أن البيان لا يعني بالدرجة الأولى أن الولايات المتحدة تتخذ موقفا بشأن الحدود النهائية للقدس كل ما قاله البيان أنه أقر بأن القدس عاصمة لإسرائيل لكن مسألة الحدود الخاصة بالقدس بما في ذلك القدس الشرقية أشرت إلى لقاء ماكرون برئيس عباس الآن فرنسا تلعب دور مهم في الشرق الأوسط ورأينا أيضا مبادرة فرنسية سابقة فرنسا كانت قريبة كثيرا من المواقف العربية في كثير من القضايا هل يمكن برأيك دكتور عماد تكوين لوبي أوروبي يواجه واشنطن فيما تعلق بالقضية الفلسطينية خصوصا أن أي دولة أوروبية لم تصوت ضد هذا القرار هذا مطلوب بالفعل استخدام هذا الزخم الناتج بعد قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة ولكن لا أعتقد أن محاولة استثناء أو استبعادة دور الأمريكي كلية ممكن وإذا كان حتى ممكنا وتم الوصول إلى ذلك فلا أعتقد أن إسرائيل ستوفى تقبل بذلك بالدرجة الأولى ما قيمة استفاف دولي يكون بمثابة الوسيط الدولي الأممي والنقل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية مثل مصر والأردن التي لها علاقة بإسرائيل ورسيا أيضا التي تتخذ موقفا محايدا إذا تم كل هذا لا بد أن يحزب موافقة الجانب الآخر إسرائيل وضحت الفكرة لكن ما عن الدور الأمريكي لا يمكن استعادة الولايات المتحدة ودورها نعم أريد أن أعود إلى سفر حازم ويعني تعليق أخير أيضا حول هذه النقطة التي يشار لها دكتور عماد هل يمكن فعلا تصور أي دور أمريكي قادم في عملية السلام خصوصا أن البعض يرى أن الولايات المتحدة أصبحت طرفا منحازا لإسرائيل النتيجة حتى تأخذ موقف حقيقي لا مانع عند الطرف الفلسطيني من دور أمريكي ولكن لدينا كل الموانع أن يكون دورا أمريكيا أحاديا بمعنى أنه فقط تسلم زمام الأمور لترامب وإدارته وحتى للإدارة الأمريكية هذا لا يمكن أن يتم القبول به خصوصا بعد الموقف الذي اتخذه دونالد ترامب وأصبح موقفا أمريكيا الآن لا يمكن إيجاد حلول بطريقة أخرى من خلال كما قلت حاضنة شبكة حماية دولية تقوم باحتضان فكرة حل سياسي إلى أن يحدث ذلك لاحظ ما يجري على الأرض القيادة الفلسطينية وتفاهمات عربية أنتجت تعديل في الأرضية القانونية لتعامل مع القضية الفلسطينية بمعنى الذي يحدث هنا حتى أطمئنك وأطمئن ضيفك الكريم إلى أن في أرضية في حاضنة قانونية جديدة تتشكل في أروقة الأمم المتحدة تصبح في حالة حين وصلنا إلى نقطة حل نزاع يمكن الاستناد إليها وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم بطريقة قانونية يبقى العائق هو التنفيذ على الأرض وهو ما يحتاج إلى طبقا للرؤية التي قدمها ضيفك الكريم هو القناعة من الطرف المحتل يعني الطرف الإسرائيلي يجد أن... سفير حازم أبوشان بعض المجلس الثوري لحركة فتح من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا أيضا لضيفنا من واشنطن دكتور عماد عبدالهادي الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك وشكرا لكم أيضا للمشاهدين على متابعتنا في هذه الحلقة من هنا الرياض لقاءنا ينتجدد غدا ونافذة سياسية جديدة في أمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة